موسيقى دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي ما عادت لا كنزا ولا حلما ولا مروحة الآن ستعود هذه ليست أماني هذه ليست على مبدأ وتلك أمانيهم هذه دمشق وتبقى دمشق وتعود دمشق لكنها الآن ليست كنزا للأحلام وليست مروحة دمشق يملأها الحشيش دمشق تملأها المخدرات هذه دمشق والسوريون في هذه الأرض في مشارق الأرض ومغاربها ينظرون إلى حال دمشق وتملأ قلوبهم الحسرة وأهلو دمشق تملأ قلوبهم الحسرة كذلك الناس بعيدة وتتفرج على هذا الواقع ولا حول لها ولا قوة من البعيدين عن دمشق وعن سوريا والذين يفترض أن يكون لهم حول وقوة ولا يجدروا بهم أن لا يكون لهم لا حول ولا قوة هم جماعة الإخوان المسلمين رأس جماعة الإخوان المسلمين مراقبها العام في سوريا اليوم في ضيافتنا فيما تبقى وحديث صريح عن دمشق وحوالي دمشق ورؤية الجماعة لمستقبل سوريا في قادمات الشهور والسنين حياكم الله فيما تبقى الحشيش والمواد المخدرة باتت مشهداً اعتيادياً في دمشق وسط حالة من التراخي من قبل نظام وتشجيع من أجهزته الأمنية إذا كانت سوريا جمهورية للكابتاجون فدمشق اليوم في قلب عاصفة الحشيش والمخدرات والحصول فيها على المواد المخدرة بات أمراً أسهلاً من الحصول على الخبز والمحروقات فالتحقيقات والشهادات القادمة من هناك تفيد بأنها توزع بعد دخولها البلاد قادمة من لبنان عبر محل البقالة والكفتريات والجامعات فضلاً عن بعض المناطق والأحياء الشعبية المنتشرة على أطراف العاصمة دمشق واليوم أصبح لأي شخص الحصول عليها سواء في الخفاء أو العلن لا سيما بين فئات الشباب والمراهقين الأصغر سنن ووفقاً لمعلومات حصل عليها تلفزيون سوريا من أحد التجار الصغار فإنه يقوم بالبيع والتوزيع في مناطق مختلفة من دمشق منها البرامك والشعلان ومحيط حديقة الجاحظ والصناعة ومساكن برزة والمزة وتؤكد المصادر أن الانتشار الكثيف لتعاطي الحشيش في دمشق ارتبط في الأوينة الأخيرة بالطقوس الشبابية وجلسات الأصدقاء كحل مؤقت للهروب من ضغوط نفسية ومشكلات سن المراهقة أو أزمات الشباب في سن العشرينيات كما أنه صار طريقة للتمرد على المجتمع وأزماته القائمة كثيرا ما قيل إن انتشار تعاطي الكابتاجون والمواد المخدرة في سوريا تقف خلفه جهات داخلية تابعة للنظام تسويق لهذا الإجرام إذ لم تقف عند تحولها لدولة تصنيع وإتجار بل أصبحت دولة استهلاك نتيجة لضعف الرقابة وعدم توفر الإرادة لمكافحة تجارة المخدرات التي يشارك فيها نافذون من مواقعهم الرسمية وذلك وفقا لتقارير أكدت ضلوع الفرقة الرابعة وشخصيات تابعة للنظام في عمليات التهريب عبور المخدرات إلى سوريا كانت ما تزال عبر ممرات وطرق وعرة ومعابر شرعية وغير شرعية تسيطر عليها مجموعات تابعة لحزب الله اللبناني وقوات النظام كمنطقة سرغايا الحدودية وعسال الورد والتي تعد من أبرز المناطق التي يتم عبرها التهريب بالإضافة إلى معابر أخرى مع مدينة القصير برف حمص ولعل أخطر نقاط لبيع الكتغون والحشيش تقع في منطقة البرامكة في العاصمة التي أصبحت مرتعا للساسرة وبإشراف ضباط وعناصر من النظام الواقع صعب جدا الحقيقة في دمشق تحديدا في دمشق وفي عموم المدن التي يسيطر عليها النظام الواقع صعب جدا في مسألة التعاطي المخدرات وانتشارها بين الشبان بين الفتيان والفتيات هؤلاء الذين في مقتبل العمر وهناك نسبة تعاطي ملحوظة المصدر الذي تواصل معه موقع تلفزيون سوريا الحقيقة نقل كلاما من فئة المضحكات الموكيات وكم ذا بمصر من المضحكات هذه تحولت إلى دمشق الآن وكم ذا بدمشق من المضحكات ولكنه ضحك كالبك قال لك هذا المصدر يقول لنا يعني طبعا وهذه الأخبار تترى يعني عن عدول عن عدول عن عدول وسندها ذهبي يكاد يرقى أن يكون السند هذا الخبر الذي نقوله الآن يرقى إلى السند الذهبي متواتع ولان سند متصل لانقطاع به طبعا الحشيش هناك أوزان يعني من فئة 12 جرام وصولا إلى 50 جرام إلى 100 جرام ويسمونها المعجونة مصدرنا مصدر أحد أهم المصادر في هذه المادة سيد اسمه من؟ أبو العلا الرفيق أبو العلا الرفيق أبو العلا من هذا رفيق أبو العلا؟ مبدأيا وصف لشكله هذا ملتحي له لحية كثيفة ويلبس بدلة عسكرية وحذاء رياضي واضح الصورة هؤلاء يعني لحية على الغالب يكون أصلع لم يذكر أنه أصلع لكن على الغالب يكون أصلعا أو تصلع مع بدلة عسكرية مع حذاء رياضي أبيض هذا حذاء رين هذا رائحته ورائحة جواربه تفعل فعل الحشيشي وأكثر هذا لم يغسل جواربه منذ سنتين ربما معروف ويكون هيئته معروفة الرفيق أبو العلا هذا أبو العلا معروف يوزع في الشعلان يوزع في الجاحظ يوزع في المزة يوزع في مساكن برزة وصولا للبرامكة ويعني تقريبا أحياء دمشق أبو العلا ما أهم يهته في هذه المدى يقول لك نحن لا نخاف الرفيق أبو العلا يقول نحن لا نخاف لا نخاف من أي دورية هو معه هوية أمنية علن علن أن يوزع لا رقيبة ولا حسيب وهو يتحدث عن أسعار الحشيش 12 جرام حشيش بعشرين ألف ليرة فقط فقط طبعا هو يغشها أبو العلا يغشها بالحنة يعني يخلطها ضريف أبو العلا الحقيقة يعني يتكلم عن بعض ما يقوم به من عمليات غش الألم أين؟ الألم في من يتعاطى الحشيش طبعا على الغالب طلبة جامعات وطلبة مدارس ثانوية وصولا إلى المراحل الأولى في الإعدادية أو المراحل الأخيرة في الإعدادية طلبة تشمل الجنسين الذكور والإناث أيضا المتعاطين هم العمال ذو المهن التي تأخذ وقتا سائقوا سيارات كذلك زبائن دائمين أبو العلا يقول أن الحبة حبة الكبتاقون طبعا أبو العلا يدرجها لهم ربع حبة من ثم نصف حبة من ثم حبة وتكون مخشوشة يعني يبدأ معهم بسائل الحبة ثلاث ألاف ليرة ومن ثم يدرجهم وهناك غير أبو العلا كثيرون هناك حالات بدأت تكتشف نساء تكتشف أزواجها أمها تكتشف أبنائها طلبت جامعات عندما ترسل لهم الحوالات من أهاليهم في دمشق يخصصون جزءا كبيرا منها لشراء الحشيش من أبو العلا أبو العلا طبعا ليس أبو العلا هذا أبو العلا يعني هذه على طريقة الرفاق الأمنية يعني يقول لك بألة تعريف لا يقول لك مثلا أبو الرائد لا يقول لك أبو الرائد لا أبو الرائد الرائد كله ابنه لا يقول لك أبو مجد لا أبو المجد أبو المجد كله وضعه في جيبيه الرفيق أبو المجد وعلى هذه الطريقة وهذا قال لك أبو العلا ليس أبو علا لا أبو العلا كله كل العلا والفخار تظهر من بوطه الرياضي الأبيض الحالات طبعا تحدثنا تحدث موقع تلفزيون سوريا مع خصائية اجتماعية جمعية في دمشق الآن تقول تصل حالات لفتيات بعمر الرابع عشرة الآن الآن في دمشق وإدمانهن يتراوح بين المتوسط والشديد وتعلمنا الإدمان في أعمار مبكرة نتيجة طبعا الظروف الحياتية الصعبة وتقول أيضا أنه الانتشار هذه الحبوب المخدرة والحشيش بشكل رهيب في الجامعات الآن أيضا في هذه المادة شيء يعني شيء يعني هناك طالبة جامعية تروي للمصدر لمصدرنا أنه هي قال تزداد تعاطي الحشيش في الأسبوع الأخير من رمضان ما قبل العيد هم ليس معهم أموال كي يذهبوا ويشتروا ملابس جديدة كي يذهبوا إلى مطعم قال لك ما الحل فتحها غرزة حشيش الآن الأخطر الأخطر من ذلك تعامل للنظام هناك مصطلح اسمه الفكة بين تجار الحشيش يضيف هذا المصدر الفكة ما هذه هي تتراوح من مئات الألاف السورية إلى ألاف الدولارات من أجل التخلص أو النجاة من دورية ما إذا اعتقلتهم وهم غير منسقين معها هنا يقول لك مثل أحد الحالات هذا في قسم في التضامن إذا تم اعتقال شاب يتعاطى الحشيش في حديقة مثلا يعتقل يضرب ضربا مبرحا حتى يعترف على من يحشش معهم أو يعترف على من يشتري منه الحشيش قال لك لماذا لأنه سياد هؤلاء العناصر عناصر الشرطة الأمن الجنائي يعذبوه حتى يعترف على دائرة تصل إلى خمسة أشخاص يأتي السيد الضابط المسؤول يعتقل هؤلاء الأشخاص الخمسة يقول لك الآن أتى الرزق إما أن يدفع هؤلاء أو يحالون للسجن وتصبح خضية أخرى وتحتاج إلى رشو أكبر وأكبر فالدوريات الأمنية تتعاطى مع هذا الموضوع بهذه الطريقة ويخرجون من السجن يعني في ليلتها يعتقلون يدفعون الذي يراد لهم أن يدفعوا ثم يخرجوا طبعا يتم سحب أجهزتهم الخلوية أي شيء يحملونه يأخذه عناصر الشرطة الكرام هذا عينة يعني غيظ من فايد ما تتعامل به أجهزة الأمنية في مسألة التعاطي يقول لك قال عناصر الدوريات يخرجون لديهم الآن تقليد يومي يخرجون للحداق ليلا لأنهم سوف يمسكون متعاطيهم من أجل أن يأخذوا منهم أموالا أو يدلوهم على دائرة الخمسة هذه من أجل أن يأخذوا أموالا أكثر للسيد الضابط أي أن الأمر في حدائق دمشق ليلا منتشر انتشارا مخيفا مثلا هناك انتشار للمسكنات القوية يعني أيضا ليس فقط الحشيش يعني البيوغالين هذا مسكن عصبي قوي أيضا طبعا الترامدول منتشر البيوغالين هذا الوطني العلبة ذات الثلاثين حبة لا يتجوز سعرها ستة ألاف ليرة منتشر هذا هناك حالة للحاج غدير الحاج غدير من هو الحاج غدير؟ هذا حاج من الحجاج اليراني ما الحاج فلان والحاج علان؟ وكل هذه الحجاج الجميلة تم لا دمشق لا من الآن في دمشق؟ غير هؤلاء الحجاج؟ هم أصحاب البيت هؤلاء هم هم أصحاب البيت حتى ما يقال سابقا يعني أن طائفة الأسد أو جزء من طائفة الأسد هي الطائفة الحاكمة لا الآن خسرت الموضوع الآن سحب الوساط من تحتها الحكام الآن في دمشق هم هؤلاء الحجاج الحاج غدير وأمثاله قصة الحاج غدير ما هي قصة الحاج غدير؟ قصة سهلة قصة الحاج غدير قصة الحاج غدير أحد أحد التجار أحد تجار المخدرات اعتقل اعتقل لماذا؟ ليس لكياسة عند ضباط النظام لا لأنه غير مناسق معهم لأنه تحتاج أنت كتاجر مخدرات الآن في دمشق أن تنسق مع ضباط القسم في هذا الحي وفي ذلك الحي يجب أن تكون ذو تنسيق خفي أو ظاهر الآن بعض الأحيان لا يحدث تنسيق فيعتقل مثلا تاجر وبحوزتي مخدرات ماذا حدث؟ هذا التاجر طبعا اسمه سيف الأخ سيف خرج بسهولة لماذا؟ لأنه كان مقربا من الحاج غدير من الحاج غدير؟ الحاج غدير هذا معروف أحد يعني شخصيات المعروفة في منطقة السيدة زينب الأخ سيف اتصل على الحاج غدير فالحاج غدير اتصل على أجهزة النظام فخرج الأخ سيف هنيان مريان هذا الحاج غدير هذه دمشق الآن قال لك دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي لا دمشق الآن كنز أحلام ومروحة الحاج غدير ليست كنز أحلامنا ولا مروحاتنا هي كنز أحلام الحاج غدير ومن علاش عكلة الحاج غدير هذا هو الواقع الآن في دمشق هؤلاء يملؤون دمشق بالمخدرات لماذا؟ لأنهم يريدون أرباح مالية لا شك لا شك يريدون أن يتكسبوا ويتربحوا من المخدرات والحشيش لكن هناك أسباب أخرى الأمر لهم فيه مآرب أخرى البعض يقول لك أن إحاطة دمشق بهذا السوار منذ أيام حافظ الأسد بهذا السوار الطائفي هو كان خطة ممنهجة لتدمير دمشق لتدمير روح دمشق هذا ما بدأوا حافظ الأسد عندما أنزل بعضا من أنصاري الخلص من الجبال وأسكنهم في سوار دمشق وأحاط بدمشق إحاطة السوار بالمعصر من ثم وصلت كل هذه من ثم تسليط الإيرانيين في دمشق ما قبل الثورة السورية وصولا لقصة المخدرات هؤلاء يريدون هدم دمشق هدم دمشق على رؤوس الناس ومرابحهم بالنسبة للحشيش هي لا تقارن مرابحهم بالنسبة للكبتاجون طبعا لآن لدينا مادة عن قصة الكبتاجون ومرابح الكبتاجون ونعود للحديث موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 شعر العراقي الكبير موسيقى 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 موسيقى